اشتركوا في القناة ودعا بدعوته وسارع على نهجه وهداه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وبعد الساعي على الارامل والمساكين امام المنفقين عبد الله ابن المبارك كان ابوه من الترك وكانت امه من خوارزم كان ابوه يعمل اجيرا في بستان احد الاثرياء يحرث الارض ويسقي الزرع دخل الثري بستانه يوما فطلب من المبارك ان يأتيه برمانه فلما ذاقها وجدها حامضة طلب الثانية ذاقها فاذا هي حامضة فقال له كم لك في البستان ولا تعرف الحلو من الحامض فقال المبارك فقال المبارك لم اذق منها شيئا قال لما قال لانك لم تأذن لي سكت الثري وعلم انه امام رجل تقي ورع ثم قال له قد اذنت لك كان للثري بنت فسأل المبارك وقال له ان عندي بنت فمن ترى ان ازوجها فقال المبارك اهل الجاهلية يزوجون للحسب واليهود للمال والنصارى للجمال واهل هذه الملة ملة اهل الاسلام يزوجون للدين اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير فاعجب الثري بكلامه عاد الى اهله وقال لهم اني ارى ان ازوج ابنتي للمبارك فزوجه اياها رزقا بولد اسمياه عبدالله فكان عبدالله ابن المبارك طلب العلم من ابي حنيفة والاوزاعي ومالك وسفيان الثوري هو ادرك التابعين فهو من تابع التابعين واما مناقبه السعي على الارامل والمساكن خرج مضة للحج يقول فمات عندنا طائر فالقيناه الى المزبلة التفت ابن المبارك فاذا فتات تخرج من مغارة وتأخذ الطائر وتلفه بثوبها وعادت رجع اليها وسألها ما شأنك قالت قتل ابونا ظلمة ولم نأكل ولم نشرب منذ ثلاثة ايام حتى حلت لنا الميت دعا عبد الله ابن المبارك وكيله وقال له كم يكفينا لوجوعنا لمدينتنا مور قال عشرون دينار قال ألقي الأحمال إليهم فإن إعطاء هؤلاء هو خير من حجنا لهذا العام وعاد إلى مور يرا عبد الله ابن المبارك رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له أكرمك الله كما أكرمت أم اليتام وأيتامها وأيتامها بل لما عاد الناس من الحج كانوا يقولون يا ابن المبارك لقد رأيناك في موضع كذا ومنهم من يقول في موضع كذا كرامة من الله عز وجل له كان يخرج الناس على نفقته للحج ومن مناقبه هو كتمانه لعمله الصالح ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان عبد الله ابن المبارك تاجرا وكان يتردد على طلسوس وفيها خان وكان ينزل فيه وكان في الخان فتى يخدم ابن المبارك في مرة دخل الخان فلم يجد الفتى سأل عنه قيل له إنه محبوس بدين قد ركبه فسأل عن صاحب الدين حتى وصل إليه وسد عن الفتى دينه وطلب من الرجل أن يذهب الآن حتى يخرج الفتى من محبسه وفعل فلما جاء الفتى سأله ابن المبارك أين كنت قال كنت في الحبس قال لما قال ركبني دين وقد سد عني رجل دين جزاه الله خيرا فسكت عبد الله ابن المبارك ولم يعرف الفتى أن الذي سد عنه هو عبد الله ابن المبارك إلا بعد وفاته توفي رحمه الله في سنة مئة وسبع وثمانين رسالة من عبد الله ابن المبارك إلى أغنياء المسلمين اعلموا أن المال هو مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنتم لستم إلا مستخلفين أمناء عليه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه حال العبد مع المال إنما هي أحوال ثلاث قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت بركة بركة الإنفاق لا حد لها فبالإنفاق سعة وبركة في الرزق رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بين رجل في أرض فلا في صحراء إذا سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان فتنح السحاب وأفرغ ماءه في حقه فتبعها الرجل فإذا رجل قائم بمسحاته يحول الماء إليه قال لا الله مسبك قال فلان للإسم الذي سمعه في السحاب فقال إني سمعت صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان لإسمك فما أنت صانع فقال له أما إذ قلت هذا فإني أنظر ما يخرج من أرضي فأتصدق بالثلث وأرد فيها الثلث وآكل أنا وعيالي الثلث من بركة الإنفاق عوض وحفظ من الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الغازقين رحم الله التابعين وتابعيهم ورحم الله أصحاب رسول الله أجمعين وجمعنا بهم في مستقر رحمته اللهم آمين صلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصدِّم اشتركوا في القناة